أفضل حارس مرمى كالعادة محمد الشناوي في منافسة في هذه الجائزة مع مين بقى؟ مع ياسين بونو حارس مرمى من منتخب المغرب والهلال السعودي وأندريا قنانا حارس مرمى منتخب الكاميروني ومانشستر يونايدد طبعا الشناوي رائع وعظيم وكل شيء وعمل موسم عبقاري الموسم اللي فات ولكن برضو رابع العلم دي تيلة ياه يا جماعة حلوة ياه بصراحة فياسين بونو هيبقى ليه أفضلية طبعا منطقية يعني ياسين بونو هيبقى ليه أفضلية رابع العالم مرابع العالم كبير يعني وكان لها ودور مؤثر جدا مع المنتخب المغربي كمان طيب أفضل منتخب بتنافس عليه المنتخب السنغالي والمنتخب المغربي والمنتخب الجنبي دول التلت منتخبات اللي بتنافس على الأفضل ده بالنسبة ليه المنتخبات أفضل نادي كالعادة النادي الأهل ينافس مع الوداد وصنداونز جيش تقول لي بقى الأهل مش هاخد ما فيهاش دي كده كده هياخدها هياخد ليه مش عشان حاجة والله الوداد وصل في دورة أبطال أفريقيا ولكن الأهل هو اللي كسب دورة أبطال أفريقيا فرقيته حلوة قوي بس ما فيش لقب يعني هو اللقب اللي خده اللي هو بتاع الدورة أفريقيا بس يعني مش دورة أبطال أفريقيا في كل أحوال تصوري الأهل هياخد أفضل نادي ده كل ده توقعات كلها منتوقع يعني ناخد توقعات أخرى من زميلنا المميز دوما حمزة شتيوي الصحفي المغربي قبل أجراء حفل جوائز الكاف بساعات يا أستاذ حمزة مشرف ومنور على تفزيون المصري برنامج رقم 10 أهلا بك زميلي وأخي العزيز المميز دائما كريم وأهلا كذلك بكل مشاهدنا الكرام وتعيد دائما بالتوجه منها راية كيف ترشحات ترشحات جوائز الكاف من حيث المبدأ يعني قبل ما أقول لك توقعاتك للفائزين أكيد كريم كما تفضلت عزيزي أكيد هناك الكثير من الجدل حول بعض يعني ترشحات بعض الأسماء المرشحة وكذلك جدل أكبر حول بعض الأسماء التي لم تجد لها مكانا في اللائحة النهائية رغم الإنجازات الفرضية وكذلك الجماعية هناك نقاش كبير وكبير جدا هذا النقاش اليوم في القارة الصمراء سبق يعني كذلك وسهدناه حتى على مستوى الكرة الثهبية العالمية لكن أعتقد على أنه اليوم النقاش أكبر في القارة الإفريقية بعدما لم نشاهد بعض الأسماء يعني قبل ما أدخل معك على المباشر الأسماء التي تتحدث بإقناع كبير عن مارسل كولر كذلك يستحق أن يتواجد من خلال الأرقام التي حققها من خلال كذلك النتائج وسلسلة النتائج يعني المحققة الأرقام الفرضية وكذلك الجماعية مع الأهلي كذلك تغييب أو ربما ويسيبونه في اللائحة النهائية للجائزة الأفضل فكل هذه الأمور سحيطة على شيء واحد هو أنه حتى الآن الكاف لم ينجح في أن يعني يقنع الجميع أو يكون هناك شغل إجماع نعلم يقينا على أنهم يصعب جدا أن يكون الإجماع على الاختيارات ولكن لا يجب أن يكون الكثير من الجدل طيب ده بالنسبة لي رأيك في الأسماء المرشحة توقعاتك بعد الأسماء المرشحة يعني توقعاتك لجائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية من يفوز به قبل ما أقول لك توقعات يعني عزيزي كريم لازم نعلم جميعا يعني نحن كعرب في القارة الصمراء وكذلك في شمال إفريقيا أنا كنت على تواصل خلال الأيام القليلة الماضية مع مجموعة من المصادر في دول إفريقيا في جنوب أفريقيا جنوب القارة طبعا وكذلك في غرب القارة فهناك تعصب يعني كبير وكبير جدا ل يعني الدول الصمراء في القارة الأفريقية عكس دول شمال إفريقيا وكذلك مصر فاليوم احنا عرب القارة الإفريقية لا نجد تلك التمثيلية الكبيرة في التسويت وبذلك من الصعب جدا أن يكسب الجائزة مثلا للاعب عربي من القارة الإفريقية قبل أيام يعني كنت في حديث ودردشة صغيرة مع الجير بينيو النجوة والصابق للكرة الفورية قال بالحرف الواحد على أنه يرى على أنه أثنين هو المرشح الأبرز للتتويج باللقب بالنسبة للتوقعات أتوقع بنسبة كبيرة الآن على أنه عدم وجود يعني ياسين بونو في اللائحة النهائية ربما الكاف أو ربما التسويت يعني ما هذا الطريق فيكتور أوثيمين لأنه على مستوى للأرقام الفردية وكذلك قيادته لممثل الجنوب الإيطالي نابولي للتتويج بالكالسيو هتاف الكالسيو بنسبة كبيرة مع منافسة كذلك من أشرف حكيمي ومحمد صلاح لكن آرة تقراءة شخصية قد أصيب وقد أخطئ على أنه فيكتور أوثيمين يقترب أكثر من نيل هذه الجائزة في المقابل الجائزة جائزة أفضل حارس من وقت نظرك هتروح ليسين بونو بنسبة كبيرة جدا يعني يسين بونو أعتقد على أنها الجائزة الوحيدة التي تظهر وأنها محسومة بشكل كبير وكبير جدا وكذلك بالنسبة للأرقام التي حقاقها كذلك وليد الرجراكي المدرب مع المنتخب المغني آه كنت سأقول لك أن المدرب كمان تقريبا شيء مهم أحسوبة كمان لوليد الرجراكي أكيد اليوم حتى هناك هناك نقاش عزيزي كريم هناك جدل كبير هل الكاف يحتسب يعني الجوائز ويحتسب كذلك الأرقام الفرضية والجماعية في عام 2023 أو يحتسب في الموسم ككل يعني المونديال نتحدث عن نهاية 2022 وليس 2023 اليوم حاولنا في الفترة الماضية التواصل مع المشوعة من المصادر اللي وصلت إليه يعني شخصيا هو أنه اليوم الكونفتراني الإفريقي لكرة القدم تعتمد يعني للموسم ككل وتعتمد كذلك المونديال ككيمة لأنه من الصعب جدا أن تتجاهل يعني مصابقة كبيرة من كيمة كاس العالم صحيح سيد حمزة اشتوي صحفي المغربي أنا بشكرك شكرا جزيلا قبل ساعات من حفل الكاف لجواز الأفضل عن عام 2023 طيب